السلام عليكم ورحمة الله برحمة بكم في قناتي ام عالم لالا فاطيما ام مجد اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة جديدة للتسمين يعني وداعا للنحافة اللي عنده مشكلة للنحافة سيودعوا من اليوم ان شاء الله بإذن الله وصفة صحية مئة بالمئة وصفة يعني ديال الزمن ديال أمونا عائشة رضي الله وعنا وصفة يعني طبيعية مئة بالمئة يعني مشيش حاجة اللي غتخافوا منها صحية عندنا هنا يا القتاء هو الفقوس كيكون في هدل القتاء هادي موجود هو ما تحيدوش ليه القشرة دياله قشرة قصت بقى بشي تبقى المنافع دياله أكتر انا قطعوها دوائر غدين نغسلوها طبيعة الحال تغسلم زيان حيط ما غدش نحيدو ليه القشرة غدين نطحنوها في مولينكس القتاء البناد والفقوس عنده فوائد كثيرة أثبتت الدراسة بل أنها كتب فيها فيها الأحماض الأمينية كثيرة وفيها بزاف ديال الفيتامينات والمعادن اللي كتخليها أنها تحارب النحافة طبيعي تلحل بالطريقة يعني صحية ومع التمر طروري يكون فقوس مع التمر يعني شحن ما بغيتو غير هو ديرو العدد فاردي يعني خمسة أو لسبعة تسعود منغضين نقياهم منغضين ديالهم وغادي نطحنهم مع بضياتهم وهذا الوصفة هدي كتتخذ في الصباح وفي الليل بالنسبة الرمدان تاخدوها في الفطار وفي السحور باش تعطيكم نتيجة مرضية وسريعة والبنة يا سلام عصير زوين بنين يعني ماشي شي حاجة اللي غاديت غا تعدبك في توجد ديالها ولا بزاف ديال مكونات اللي كيكون فيها بحل وصفات الخرين اللي كي ديرو أغلبية النساء كيكونوا شوية صعب كيمحنوا لكن هدي وصفة سهلة بسيطة وإن شاء الله تكون فائدة ديالة كبيرة كنأكد على أنه التمر يكون أعداد فردي مثلا تاخدوا حبا ديال ديال الفقوس تقريبا خمسة ديال خمسة ديال خمسة ديال خمسة ديال تمرات تسبعة مويم على حسب الرغبة ديالكم أهو عصير ديالنا كيف كتشوفو بنين صحي كتتاخدوا في الصباح وفي العشية إن شاء الله تكون فائدة كبيرة إن شاء الله وتسمانوا إن شاء الله وما تنسوش تدعموني بالاشتراك والإعجاب إذا عجبكم الفيديو إلى حلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم